إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي هدف تبنته الدولة لتوطين الصناعة في كافة أرجاء الجمهورية وبناء على مبادرة رئيس الجمهورية للدعم وتوطين الصناعات نشأ مصنع إرسيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية والذي يقوم بتصنيع شمعات البلاستيك والعديد من الصناعات الأخرى هدف استراتيجي وضعته الدولة بتوصيع مضلة العمل لتقليل فجوة الاستيراد وتوطين أكبر قدر ممكن من الصناعات داخل مصر بالشراكة مع خبراء الصناعة والمستوردين ومن خلال العديد من الإجراءات الذات الأهمية كزيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023 وإتاحة الأراضي الصناعية بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عاما يتم تشجيع المستثمر على المضي قدما في مشروع جديد وواعد ومن تلك المشروعات مصنع شمعات إيرسيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية نحن ننتج فيها الشمعات البلاستيك نعملها الجراكن الغطيان بالنسبة لمستقبلاً هنقدر نصنع فرش الأسنان وعندنا 80% من المنتج ده يتصدر لبرا وبناء على مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتوطين الصناعات نشأ مصنع إيرسيك عبر الحصول على وحدة صناعية كاملة المرافق من هيئة تنمية الصناعة التي كانت متعاونة من حيث إصدار التراخص وتقوم الوحدة بتصنيع الشمعات البلاستيك والعديد من الصناعات الأخرى ويصدر أكثر من 80% من الإنتاج إلى الخارج لقلب العملة الأجنبية حيث تعمل الوحدة بكامل طاقتها نشاط حركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقف من ورائها توجيهات ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية الداعية دوماً لتوطين الصناعات المختلفة لتحقيق فوائدها المتعددة لدفع قاطرة الصناعة ترجمة نانسي قنقر